لسا مكملين مع حضراتكم فقرتنا المتعلقة بمتابعة زيارة الرئيسة بفتاح السيسي الزيارة التاريخية إلى أرمينيا ولقاءه برئيس الأرميني والسادة المسؤولين هناك وكنا نتابع قبل الفاصل جلسة مباحثات موسعة بين الرئيسين ووفدي البلدين وكان كلامنا مع سعادة السفير حسين هاريدي مساعدة زير الخارجية الأسبق اللي كان من عوارنا طبعا في السوديو قبل الفاصل كنا نتكلم معاه عن لجان مكاتب الاستشارات الدولية هذه الزيارات بكل تأكيد هتفرق في التقارير التي تصدرها هذه المكاتب يعني هذه المكاتب هتتابع مما لا شك فيه كما تتابع كل التطورات اللي بتحدث في السياسة الدولية والدول الجاذبة للاستثمارات ومصر من الدول اللي على مر العقود الماضية كان فيه استثمارات أجنبية مباشرة كثيرة وأنا يحضرني في هذا أنه كان فيه رئيس مكتب استشارات بيقوم بزيارة للقاهرة وشاركت في اجتماع معه مع مجموعة من الشخصيات العامة وقال كلمة لفتت نظري ومازالت بتتردد في زيارة وأنا أشكركم أنتوا ستتيحوا لي الفرصة أن أقول ما سمعتوا منه في القاهرة قال إن مصر وانا أنقل عنه يعني هقول هو قال إيشبت هازي ستوري يعني إن مصر قصة أو لها رواية قال بس إحنا منتظرين أن أنتم تسردوها في الخارج بمعنى آخر يعني أن صدقه مش واصل في الخارج ولو وأنا قبل الفاصل كنت أقول حك الأهمية الكبرى للقاءات السيد الرئيس مع رجال الأعمال والغرف التجارية ومجالس رجال الأعمال في الخارج دي لها أهمية كبرى طبعا لكن يجب متابعتها بصفة مستمرة متابعتها بصفة مستمرة من جانب الجهات التنفيذية في مصر الجهات الحكومية التنفيذية في مصر والأهم في تقدير المتوضع هو التواصل المستمر مع مكاتب الاستشارات الدولية الكبرى اللي بتعد الدراسات عن مصر ليس مصر اليوم فقط لكن مصر اليوم خمس سنوات عشر سنوات فالشركات الكبرى الشركات المالتي ناشنالس الشركات المتعددة الجنسية التي تريد الاستثمار في مصر هتلجأ لأمريم أو ثلاث أمور هتلجأ بداية للمكاتب الاستشارات الدولية ثانيا هتلجأ إلى شركات متعددة جنسية التي لها وجود في مصر وما هي المشاكل اللي بتواجه هذه ثم ستراقب أو ستتابع عمل القطاع الخاص في المصر سيدة السفير احنا ناقصنا يعني النهاردة احنا بنشوف سيدة رئيس بيسافر الدول اللي يمكن احنا كنا خلينا نقول مسبقا نخفل عنها احنا يمكن كان عندنا بنتكلم سنين كنا بنقول عن يمكن العلاقات المصرية الافريقية النهاردة العلاقات المصرية الافريقية يعني خلينا نقول فأوج الصور ليها لو هنتكلم عن العلاقات المصرية الاسيوية وهكذا مقابلة السيد الرئيس لرجال الاعمال في كل دولة بيسافرها تقريبا هل في دور لرجال الاعمال المصريين يمكن لسه محتاجين يقوموا به عشان يقدروا يوصلوا استثماراتهم يمكن لبلاد تانية وبالتالي الاستثمارات المصرية تتواجد على اراضي دول مختلفة هو فعلا في حدرتك شركات سواء شركات تبع لقطاع القطاع العام او قطاع الاعمال العام او شركات القطاع الخاص اللي ليها استثمارات في الخارج وليها بصمات كبيرة يعني بدون ذكر اسماء في شركات حقيقية شركات مصرية بنعتز بالدور اللي بتقوم به في إنشاء مشاريع في دول عربية ودول أفريقية لكن طبعا القطاع الخاص المصري محتاج لدفع قوية من الحكومة ليستطيع أن يتوسع بالمزيد في الاستثمارات في الخارج وطبعا أنا أتصور أنه دوت الحكومة عليها دور كبير أن هي تكون المساعد الأول في يعني لازم يبقى فيه تواصل بين الحكومة وبين القطاع الخاص شركات القطاع الخاص اللي الحكومة تشرح لهم تشرح لهم دورهم أين فرص الاستثمار أمام 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 شركتهم في الخارج وطبعا دوت يعني محتاج إلى عمل يعني تنصيق بين الأهيزة الحكومية وبقى اتحاد الصناعات المصري يعني فيه يعني مصر عندها حضرتك حضرتك وعندها الهيكل عندها البنية التحتية اللي ممكن حد تساهم بشكل إيجابي فيه فعلا زي ما حضرتك قلت أن شركات القطاع الخاص المصري الشركات الكبرى تبحث عن فرص الاستثمار في الخارج طيب ده عظيم جداً كنت عايزة رجع بس لدور المكاتب لأن الحقيقة بتقوم بدور مهم جداً وأنا حابب أفهم أكتر هل هي بتتابع تطورات الأوضاع الاقتصادية فقط أم تطورات الأوضاع السياسية أيضاً الاستقرار السياسي داخلياً في الدولة وأيضاً علاقات هذه الدولة خارجية حدثك التقارير اللي هذه المكاتب بتعدها بتبقى تقرير فيه شق سياسي بيبقى فيه شق سياسي وشق اقتصادي وحجم التجارة الخارجية لمصر ثم فيه شق المتعلق بالتشريعات والتقادي المتعلق بالاستثمار الأجنبي التشريعات اللي تحكم ثم التقادي في المنازعات بين الشركات الأجنبية وبين الجهات الحكومية تضمن لها حقوقها وفي نفس الوقت تضمن لها خروج آمن كمان يعني هنا بقى حالك التقارير بيقول إيه طبعاً دي بتبقى تقارير سرية بتبقى تتسم بالسرية بتبقى بين مكتب الاستشارات المعني وبين الشركة اللي طلبت الدراسة دي لكن بتبقى دراسة موضوعية إلى أبعد الحدود بيركزوا فيها على طبعاً يعني من ضمن المسائل اللي هتبقى أهمة جداً سعر الصرف على سبيل المثال يعني ده ما هو دي مسألة يعني حسب المعلومات البسيطة المتوفرة لها دي مسألة الشركات اللي بتستثمر في مصر حالياً سعر الصرف ده من الموضوعات اللي بيبحثوها لأنه هو حدرتك جي مصر يستثمر لسنوات طويلة يعني هو يريد أنه يتوطن في مصر طبعاً سعر الصرف على سبيل المثال دي من القضايا اللي بتشغل اهتمام هذه الشركات وبالتالي بيبقى ليها حدرتك برضو بتبقى متابعة اتفاق صندوق النقد الدولي اللي توقع الحكومة المصرية وقعته في ديسمبر الماضي طبعاً المكاتب الاستشارات الدولية دي يعني درسته وبتشارك الشركات اللي بتطلب الدراسة في هذا الموضوع عموماً يعني هذه المكاتب في غاية الأهمية في توجيه الاستثمارات الخارجية المباشرة سواء لمصر او لدول اخرى وايه القطاعات اللي ممكن نركز عليها في مصر وايه القطاعات اللي ممكن نركز عليها في دولة دول اخرى فيعني الموضوع حدرتك موضوع عميق وموضوع جد وموضوع اذا تواصلنا مع هذه المكاتب بطريقة علمية بطريقة ممنهجة اذا دعينا ممثلين عن هذه المكاتب دعيناهم ييجوا مصر ويعودوا لنظم لهم لقاءات مع رجال الاعمال المصريين مع القطاع الخاص المصري مع شركات القطاع العام مع المسؤولين في الحكومة اعتقد دوت حيبقى مفيد يا فرن يمكن كمان من الحاجات الفوجة نظرنا يعني مفيدة جدا في العلاقات ما بين الدولتين بقى لو هنتكلم هي الجالية الارمانية اللي موجودة في مصر وفي الحقيقة عندنا جالية كبيرة موجودة في مصر ليهم زي ما بيقولوا المجتمع بتاعهم او الكميونيتي بتاعهم فيه نوادي ارمانية فيه مدارس ارمانية وفيها طالبة حتى الناشئ الجديد منهم بيتكلموا اللغة الارمانية وبنعتز جدا جدا بوجودهم هنا في مصر اهمية يعني خلينا نقول الجالية الارمانية اللي بقت دلوقتي مصرية خلينا نقول الارمانية مصرية حقيقي لدعم التواصل بين الجانبين في المستقبل يعني هم جزء اساسي حضرتك في التقارب الثقافي والتقارب على المستوى الحضاري بيننا وبين ارمانيا وهذه الجالية بتجسد ايمان مصر وايمان الشعب المصري وتمسك مصر وتمسك الشعب المصري بالتعايش واحترام الآخر يعني بالرغم انهم يعني لهم ديانة معينة دين معين فلكن هم اما جوم مصر تم الترحيب بهم بدون اي احتبار للاختلاف في الثقافة في الثقافة او في الدين وبمر الزمن من 1915 لليوم ظلت هذه العلاقة اللي بتقوى هما مصريين بس دائما يعتزوا ببلدهم وبثقافتهم ولم يتغيروا لكن في حاجة بعد اخر النقطة ارجع عليها انحك تأثير ذلك على صورة مصر في الخارج الجاليات الارمانية جاليات منتشرة في العالم جاليات الارمانية جاليات منتشرة في العالم وخصوصا في الغرب وفي الولايات المتحدة الامريكية وانا في تقديري البسيط زيارة السيد الرئيس لارمانيا حتى نعكس على صورة مصر لدى هذه الجاليات في الولايات المتحدة الامريكية وفي العواصم الاوروبية